بهذا الفيديو هاشرح كيف بتسرع جهازك بعد ما حدستوا للـ iOS 11 أكيد كلكم حسيتوا أن جهازكم صار أبطأ من الـ iOS 10 لهيك بهالفيديو حبيت لكم كيف بتأسرعوا الجهاز تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الرحمن مثل ما قالنا بهالفيديو هادلكم كيف بتأسرعوا جهازكم للـ iPhone بعد ما حدستوا للـ iOS 11 أكيد كثير منكم بعد ما حدث من الـ iOS 10 للـ iOS 11 حس أن الجهاز طبعه صار بطيء وصار يعني شوي علي في كثير شغلات صارت معه أبطأ تحميل البرامج فتح البرامج كثير شغلات هو عم يحرك كيف يفتح البرنامج كل هالشغلات حس أنه صار جهازه أبطأ طيب كيف منحاول أو كيف منحاول نحسنه للجهاز من أهم 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 الخطوات اللي لازم تساوية إمتى ما حسيت أنه جهازك صار بطيء اللي هو يعني بدون برامج وبدون أي شيء بس هلا عندلكم على برنامج بس بالبداية وقبل ما نبدأ لكم على البرنامج بنبدأ بنختار الخطوة اللي ما بده برنامج تم ضغط على جهاز الباور أو على زر الباور مثل ما شايفين طلعت الكون هاي تضغط على زر الشاشة الرئيسي هاي مثل بيعمل ريستارت لكل برامج كل شغلات المفتوحة على الجهاز بيطفية بشكل كامل يعني هلا تقريبا الجهاز ما عليه أي شيء مفتوح فهيك تقريبا المهم ممكن تلاقي أنه جهازك صار أسرع نزلت هاي أسرع من المرة الماضية فتقريبا هاي كانت الخطوة اللي ما بتحتاج أي برامج نجي على الخطوة اللي بتحتاج لبرامج اللي هي هاد البرنامج اسمه باور كليم هاد البرنامج عملت له مثلا من قبل فيديو وهلا برد بعيده برنامج كتير رائع إذا بدك تخفف الشغلات المحاملة على جهازك بنقل مو شايفين تستنى شوية لإعلانات بتحط هون على الـ X واسكيف بتيجي لهون متل مو شايفين بيقلك مساحة الجهاز هالأداء يعني متل مو شايفين أنه مساحة جهازي كتير يعني منهم تلي ممكن امسح منه عندك هذا الخيار اللي هو بهمك هادو هاد هذا الخيار متل مو شايفين بيقلك انترامات مستخدم منهم 82% يعني الفاضي منهم 18% فهذا الشي كتير يعني كتير كبير متل مو شايفين هلا بتضغط على هون وهو بيمسح لك كل شي شغلات يعني شوفوا كيف قديش هيوفر لي 26% كان من 82% للـ 26% شايفين قديش 565% يعني فضالي من الرامات نجي هون من الضغط شايفين كيف المستخدم 28% كان مستخدم 80% صار 28% فهذا فعلا هيفرق معه نجي على الخيار التاني اللي هو هاد هذا اللي بيوفر لك كتير مساحة بيمسح لك مخلفات النظام اللي كل شغلات اللي كل البرامج بيخلفوها هذا البرنامج بيساعدك فيه فهدول الشغلتين هن اللي بيفيدوك بهذا الخصوص بهذا البرنامج غير هيك يعني ما بيهمك كتير شغلات من الباقي لانه انت اللي بيهمك انك تسرع جهازك بعد ما عملت هالخطوات هتلاقي انه جهازك فعلا لا مفرق من غير هالشغلات او اذا ما بدك من البداية يعني قبل ما تساوي هاي الباور تعيد تشغيل جهازك بعدين بتساوي هاي الخطوة ما لقيت فرق بتنزل هادا البرنامج وبتعمل هاي الخطوة لانه فعلا هاي الخطوة يعني هتأثر معك بشكل كبير على جهازك فبهيك بيكون تقريبا انت سرعت جهازك بعد ما حندسته للاي او اس اي داعش باكبر شكل ممكن يعني ممكن ما توصل لدرجة الاي او اس عشرة اللي كان انت جهازك عليه لانه كان نظام مستقر ابدا نزله بعد سنة يعني هذا عشرة بوين ثلاثة بوين ثلاثة يصر له سنة عم ينزله تحديثات لنزل هذا الاصدار فتقريبا ما هيكون مثل النسخة اللي ما صلى كم شهر بس نازله ومجربينا فلهيك لسه ممكن تلاقي انه لقى الاي او اس عشرة كان اسرع من الاي او اس اي داعش باش هذا شي طبيعي هلا بنجي متل ما عودناكم دايما على خلفية اليوم الخلفية كتير رائعة الخلفية الاولى اللي هي هي وين ما بدك تحطها بدك تحطها شاشة قفل بدك تحطها شاشة رئيسية المهم هي هي اول واحدة وهي التانية هي تقريبا من شكل البحر من فوق من شكل بعيد فهدول الخلفيتين انت براحتك حط شون اللي بدك يا شاشة قفل وشاشة رئيسية المهم هدول ان كانوا الخلفيات الرئيسية شوفوا انتحت بالدقة ال HD بالنهاية لا تنسى اذا الهلا وصلت لهون وما شتركت بالقناة تشتريك بالقناة لو يوصلوا كل شي فيديوهات بسرعان القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته